اقول لك ايه وعيد لك ايه يا خالد يا بيبو ما عنديش حاجة يا ابنة والهالك خلصت كل الكلام تلقى تمرينها هي ليلة ما تتنسيش ذكرة من ذكريات الاهلوية اللي مازلنا فاكرينها لغاية النهاردة فات يمكن اكتر من عشرين سنة لكن ذكريات الستة واحد وكانها كاتن بارح بالنصف دا ستة اهداف في استاد القاهرة على حساب الغريم التقليدي ومنافس النادي الاهلي نادي الزمالك ليلة تقلق فيها رضا شحاتة خالد بيبو ابراهيم سعيد طبعا دول احراز والاهداف لكن كوماندوز الاهلي الحقيقة كانت ليلة لا تنسى منهم سيد عبدالحفيز منهم احمد بلال منهم محمد فاروق منهم واقل جمعة ليلة الحقيقة مش ممكن مش ممكن تسقط من ذكريات الاهلوية فاقلنا نفكركم بما انه النهاردة الذكرى الواحد وعشرين اعتقد لان المباركة الفين واثنين الواحد وعشرين وكذا هو تاريخ الاهلي دائما خد بالك دائما وانت بتتكلم على تاريخ النادي الاهلي النادي الاهلي طول عمره كبير وتاريخه وانتصاراته وامجاده يعرفها الكل يعرفها الجميع وبما انه هو نادي القرن فخليني اقولك كمان انه ده واحد من اهم الدوافع عند الاهلوية سأكوننا بنتكلم على اقدارة او على اجهزة فنية وحتى على لاعبين رياضات فردية كانت او رياضات جامعية لتحقيق المزيد والمزيد من الانجازات للدرجة تخليني اقولك انه بجد لما تبص التاريخ النادي الاهلي العريق نتكلم 177-114 سنة نتكلم على انه يمكن تكون افضل فتلات النادي الاهلي على مستوى الانجازات وعلى مستوى التقلق والالقاب والبطولات هي اخر 20 سنة في رغبة كبيرة جدا عند كل من يمثل النادي الاهلي لزيادة رصيد الاهلي من الانجازات وعد وشوف اخر 20 سنة او اخر 23 سنة بما ان احنا في الفية جديدة انجازات الاهلي على كل المستويات قرية كانت محلية كانت او حتى على المستوى العالمي عملت زي تعرف انه الاهلي اكثر توهجا في الالفية الجديدة سأل خير واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من السادسة وانا عارف انه لا حديث يعلو فوق صوت قبل النهائي صوت الاهلي والترجي يوم الجمعة معنا ان شاء الله يكون في الساد القاهرة واحد في انتظار طابلو رائع وراهن بشكل كبير جدا على كل جماهير النادي الاهلي العظيمة الملايين اللي عندها رغبة في حضور المباراة انها هتقدم لنا طابلو رائع كعادتها دايما في مساندة الفريق حتى وان كانت من وجهة نظر كتير من الجمهور نتيجة المباراة او نتيجة المواجهة شبه محسوم ده لا يقلل ابدا 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 من امكانيات ولا قيمة ولا حج ولا تاريخ نادي الترجع جماعة بتلعب مع نادي بطل نادي عنده كبرياء اتجرح بشكل كبير جدا في مباراة الزهاب واكيد اكيد جواه مشاعر عنده رغبة على اقالة قدير في رد الاعتبار وتحسين الصورة نخطئ من يتخيل انه مباراة الجمعة الجاية مجرد نزهة لنادي الاهلي بالعكس واحدة من اصعب المباراة وان كانت خلينا اعترف ان حظوصنا افضل بكتير وفرصنا اعلى بكتير من نادي الترجع هنتبع مع حضراتكم عودة الفريق النهاردة لاستعداداته بعد راحة 48 ساعة ونشوف اخبار المواجهة ايه بالنسبة لمستر مارسيل كولر هيشرفنا النهاردة كابتن اشرف موضوع نجم النادي الاهلي في حلقتنا نتكلم معه طبعا على الاهلي والترجع وما تنسوش النهاردة بالليل مواجهة من العارض التقيل عشاء الكلشو عشاء الحقيقة الكرة الايطالية عموما معادهم مع كلاسيكو ايطالي اوروبي النهاردة الميلان والانتر في قبل نهاية شامبينز ليج وبكرا عندنا مواجهة نارية في الاتحاد ملعب الاتحاد طبعا الستيتي بيستضيف ريال مدريد في مباراة العودة بعد ما انتهت مباراة الزهاب بنتيجة واحد واحد النهاردة مباراة طبعا فرص الانتر فيها اكبر بكتير بعد ما تفوق زهابا في مباراة الميلان بنتيجة اتنسف فرصه اكبر بكتير لكن في الكرة في ايطاليا محدش ضامن حاجة برضو خلينا نشوف ونتبع معاكم معنا ثلاث ايام كرة النهاردة الثلاث بكرا الاربع والجمعة طبعا معادنا هيكون مع مباراة الاهلي والترجع قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة ونروح معاكم لملعب تيتش في النادي الاهلي نتطمن على السعادة الفريق وعودته للتدريبات نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقات الارقام دي بتعكس بس نص الحكاية واللي بيع احسن من الاشترا ده في عالم كرة القدم طبعا دول اكتر مدربين على مستوى كرة القدم بيعوا لعبين بقيمة مالية كبيرة جدا طبعا في مقدمتهم ديجو سيميوني لكن يهمنا كمان نعرف نص الحكاية تاني اللي هنشوفه نتابع على مدار الحلقة في مين اكتر مدربين اشتروا لعبين وكام انفقوا على صفقات شراء لعبين جدد هنا تباني الصورة بشكل كامل لكن خلينا نبدأ قبل ما نروح للقصة دي نروح للنادي الاهلي واستعداداته لمباراة الترجي ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية زي ما تحكي المباراة بالتأكيد من السهل على الاطلاق صحيح فرصنا فيها افضل النتيجة اللي حقناها تخلينا نلعب المباراة رايحة كبيرة جدا بدون ضغوط تسجيل الاهلي الهدف او هدفين في المباراة دي ينهي تماما على امال الترجي ويحط الفريق في مباراة النهائي اللي كل الناس بتتكلم عليها من النهاردة اغلب الجماهير نهاردة مش شغلة بالها اوي مطش الترجي حاسة ان خلاص الاهلي تقريبا شبه وصل لكن يمكن انا مش مقتنع بدا اوي بحب السنة 90 ديال غاية لما الحكم يصفر ويبقى خلاص احنا في النهائي بشكل رسمي لكن الناس النهاردة شغلها نفسها ب الاهلي يلعب مع الوداد الاهلي يلعب مع سان داونز الاهلي يلعب الظهر الاهلي يلعب بالليل لكن ما علينا خلينا نروح لفرقتنا في ملعب تيتش في الجزيرة زي منا محمد توفيق موجود هناك يطمنا على اخبار التمرينة بتاعت النهاردة وسمعت كمان هنتأكد من محمد ان احتمال بعد التمرينة يكون فيه زي يعني مباراة ودية كده او تراي ماتش بين اللاعبين اللي مشتركوش في مباراة الترجي ويعني ميكس او منتخب من شباب النادي الاهلي خلينا نروح لمحمد نعرف تفاصيل اكتره محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيز احمد تحياتي ديك وكل مشاهد القناة النادي في كل مكان 72 ساعة قبل المباراة المهمة الحاسمة لتأهل النادي الاهلي لأهم القابه الموسم ده بإذن الله هو لقب بطولة دوري الابطال طمني على عودة الفريق للتدريبات مرة تانية على جهزية اللاعبين وشغل مستر كولر في تمرينت النهاردة انا خليها اطمنك في البداية ان الجهاز الفني متبني نفس وجهة نظرك يا احمد ان لا مش ركنين خالص لنتيجة مباراة الزهاب اه طبعا نتيجة كبيرة والفوز خارج ارضك 3-0 في مباراة الزهاب وعودة في نتيجة كبيرة جدا ومطمئنة انا كابتن ساحب الحفيز يعني عقب على طول استئناف التدريبات بعد راحة 48 ساعة خدا اللاعبين عقب العودة من تونس اتكلم في الجهاز يا احمد اللاعبين خلاص مباراة الزهاب انتهت بحلوة بمرها النتيجة كويسة وكل حاجة بس احنا هنفصل تماما احنا عندنا مباراة تانية لازم نكسبها هنا على ارضنا ولازم نحقق فيها نتيجة ايجابية كان على طول الفريق دخل في التدريبات واللي استعداد لهذه المباراة ما فيش اي زي ما بقول يعني تواكل على مباراة الزهاب اطلاقا على طول استعداد كبيرة جدا من بلح تدريب قوي جدا محاضرة فنية محاضرة فيديو لدراسة المباراة ودراسة كمان المباراة اللي فاتت للترجي من بعدها تدريب قوي جدا يمكن استرق اكتر من ساعة ونص هنا على ملعب مختلفة تلشي بالجزيرة النهاردة على طول الفريق كمان مكمل يا احمد يمكن التمرين ابتدى منذ الخامسة مساء زي ما انت شفت فيه اللقطات اللي اكيد بتطارد عندك على الشاشة المجموعة فقط اللي بتتدرب دلوقتي المجموعة اللي لعبة مباراة الترجي بشكل اساسي بقى اللعبين اللي ممكن شاركوا كابودلاء او كمان ما بشاركوش في الفترة الاخيرة في المباراة زي ما انت قلت مطعمين بعدد من يعني ابرز العناصر في قطاع الشباب والناشئين بالنادي الاهلي هعملوا احمد مباراة ودية بحكام بكل حاجة كاملة جدا هيبقى زي ما تتكلم اتراي ماتش او اكل ماتش عادي جدا فيه منافسة شيدة جدا واعتقد ان يبقى فيه منافسة كبيرة ان الجميع عايز يعني زي ما بيقول يوري الجهاز الفني انه على قدر المسئولية واستحق التوجد فيه القائمة الرئاسية سواء من اللاعبين الفريق الاول او كمان عدد كبير جدا من ناشئين هيطح للفرصة النهاردة انه يكون موجود الفريق زي ما قلت لك بيستعد يعني بشكل كبير جدا الممباراة زي ما انت قلت 72 ساعة على مباراة مهمة اكيد كمان الجهاز الفني حابب يعني يوجه رسالة من خلال هذه المباراة انه ند قوي جدا انه هو الطرف الاقوى فيه المباراة النهائية زي ما الجمهور بيتكلم انت النادي الاهلي تعملوا ما بيخشاش حد يا احمد اكيد الفرق التانية او الفرق المنافسة هي اللي عامل حساب للنادي الاهلي مباراة الكهاز الفني اتكلم على اللاعبين مركز فيها بشكل تام ان شاء الله انحق فيها الفوز كمان تصعد للمباراة النهائية وانت كذبان زهاب وعودة اعتقد يعني الجزء نفسي مهم جدا الحمد لله اعتقد على جميع العناصر كمان الحمد لله قائمة الفريق خليها من الاصابات يعني طبعا عدل اصابات الطويلة امكان اكرم كمان موجود في النادي النهاردة بيقد برنامج الاستشفاء والعلاجي باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله حالتهم الفنية والبدنية اقصر من رائعة يعني حالا الوقت انا معاك على الهوى امكان فيه تأسيمة كده او بعض الجمل الفنية بيجريها الجهاز الفني مع جمعة اللاعبين الاسئين بعد الانتهام المرام باذن الله زي ما قلت لك هيبقى بقى ان شاء الله اشتركوا في القناة باذن الله رب العالمين باذن الله كل يوم يبقى فيه بطولة زي ما احنا شايفين على العلو الصلاة ونتاجها ان شاء الله تبطوك زي ما انت قلت ببطولة دورة ابطالة افراقية ومن بعدها ان شاء الله بطولة الدورة العام كمان ان شاء الله لكن اعكد بس ان كل اللاعبين جاهزة وكل اللاعبين خادت مران النهاردة يا محمد الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يدمح علينا نعمة ويبقى اصابات عن كل لعبينا مجموعة اللاعبين الاسئية او كمان اللاعبين لا مشاركوش فترة الاخيرة القائمة الحمد لله خالي من الاصابات زي ما امتك عادة بس اللاعبين الاصاباتهم طويلة والحمد لله ربنا يدمح علينا نعمة احنا دخلنا على منافسات مهمة جدا سواء محلية او قرية ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا على قدر المستطاع باذن الله جاهزين لهذه المبارات وان شاء الله يحققه طموحه جميعين كل جميعين النادي الاهلي يعني الحمد لله الرابع نهاية على التواري قريبين منه جدا وان شاء الله كمان زي ما حصل في 2005-2006 خسرنا سبعة ورجعنا خدنا تمانية ده كمان يتكرر ان شاء الله في 20-23 وناخد النهاء الرابع باذن الله يا احمد اعتقد بطولة غالية جدا والحضاشر غالية على كل جميع النادي الاهلي وربنا يكرمنا بها السنة دي باذن الله ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زمي عزيز محمد توفيق يعني انا رزي ما اقشوا مع البسكت لحيانا هم فرحونا يومين واربعة تضيب يومين ترجع تلاقي بتلطين نجوم الاهلي اسعدونا وتقلقوا في رابع المواجهات امام الاتحاد في بطولة السوبر ويعني حقيقة يعني فوز مستحق اغسطي بوش لحقيقة عامل منظومة اكتر من رائعة ودي يعني قيمة الفرق الكبيرة اللي يمكن تتعثر لكن ترجع دايما اقوى من الاول سيف سامير في لقاءة كابتن محمود الخطيب طبعا استاذ محمد مصلحي طبعا الاتحاد قيمة كبيرة جدا في كورة السلة في مصر الحقيقة اربع مواجهات من العرض تقيل تعرفش مين هيقدر يحسم لكن الاهلي كعدتوا الحقيقة بشخصية البطل بعد ما قدم عداء رائعة ورغم ان المباراة كانت لغاية يمكن اخر ثواني اخر انا فاكر يعني امبرحك المباراة وقفت يمكن عند رمية ورميتين 0.6 يعني 6 اجزاء من الثانية وانت مش عارف النتيجة راحة فين طبعا فرقتين من اكبر فرق في مصر كل التحية والتقدير للاتحاد وهارد لك طبعا على خسارة اللقب لكن طبعا مبروك للاهلي والاهلوية رجال وسيدات لانه قبلها بيوم طبعا السيدات تواجهوا ب لقب البطولة نكلم على خمس بطولات للسيدات السانية الحقيقة يمكن كورة السلة في الاهلي نتيجة او العلامة الكاملة زي بيقولوا وخلييني اقول كمان حاجة اللي ما تبعش او اللي ما يعرفش ان مطشاط السيدات كلهم في كل البطولات نفيش ولا خسارة وحيدة لكن مبروك طبعا كل جماهير النادي الاهلي واعتقد انه النتائج السنادي وان كان لسه كشف الحساب بدري عليه شوية لكن النتائج السنادي هتكون اعتقد اعتقد غير مسبوعة يعني انا دايما بحب قصة الاحصائيات والورة والقلم وعندي زمالي في السادسة ما بيتوسوش وما بيرحموش فهيكون لنا واقفة طبعا لكن اعتقد ان الموسم ده واحد من انجح المواسم على مستوى الالقاب والبطولات في النادي الاهلي طبعا دي لقطات من تتويج سلة سيدات دكتور مجدى بوفريخة طبعا رئيس الاتحاد مع كابتن محمود الخطيب بنبرك لكابتن الخطيب الحقيقة على المنظومة على المنظومة يحسب لهذا الرجل وهو على رأس هرم قيادة النادي الاهلي الحقيقة انه حط منظومة قدرت طبعا تتعامل مع كل الاخطاء والاخطاء وردة مش عيب ابدا 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 يبقى عندك اخطاء او يبقى عندك مشكلات الاهم ان يبقى عندك قدرة على تشخصها ورؤيتها وكافية التعامل معها وقد كان نهاردة شفنا موسم ولا اروع ولا انجح في كل الرياضات الصلاة يعني حتى الطائرة التي لم توفق السنة دي كانت قريبة جدا جدا ولا بعض الاخطاء والهفوات البسيطة جدا كان ممكن جدا طائرة حق الالقاب خلي بالكم انه طبعا طائرة طبعا خدوا السوبر وخدوا البطولة عربية وعندنا البسكت هشاركوا في البال اعتقد هتبتدي يوم عشرين لو ما يعني ما خلتنيش الزاكرة كل التوفيق اليهم ان شاء الله بإذن الله ونتمنى لهم مزيد من الالقاب في الايام اللي جاي هارجع لبطول الدوري ابطال افريقيا مرة تانية وانا بحب قوي قوي لما نتكلم يعني انا انكالية مأخذ على يعني شريحة كبيرة مش عايز اقول كل اغلب لكن هقول شريحة كبيرة من محللين هنا في مصر وخدوا بالكم انه التحليل الرياضي ما هياش فكرة ظهور على شاشة او اهواء وانتماءات لا دي حاجة مرتبطة بتطوير المنظومة والصناعة بشكل كبير جدا كل مكان الخبر اللي بتكلمه او الناس اللي عندها مؤاهلات انها تتكلم فيه تحليل الرياضي عموما وكرت القدم خصوصا على قدر من العلم والمعرفة وعندهم القدرة على والمهنية وعندهم قدرة على التقييم الموضوعي بعيدا عن فكرة انا كنت بلعب فين او انا مصلحتي مع مين او انا عايز اعمل ايه اعتقد انه ده بياخد الرياضة وكرت القدم في حتة تانية خالص وعشان كده الارقام في الحاجات دي بيكون ليها دور كبير جدا انا هستعرض معكم النهاردة واحنا نمتكلم على مشاورنا دي الاهلي وسيبك من قصة انه عشر بطولات وسيبك من قصة انه اللعيبة دي انه التيم ده راح يلعب نهاي دوري ابطال افريقيا اقوى بطولة اقوى بطولة على مستوى القارة شاء من شاء وابا من ابا دي حاجة ما فيهاش نقاش ما فيش بطولة بتحصل على ارض افريقيا على مستوى الاندية يعني الا اقوى من بطولة دوري ابطال افريقيا ما تقدرش تقول غير الكان وكان قصة تانية قصة منتخبات وقصة لعيبة محترفة في اوروبا وما ينفعش تقارنها بطولة دوري ابطال لكن على مستوى الاندية ما فيش دوري فيك اقارة ما فيش بطولة فيك اقارة اقوى من بطولة دوري ابطال سيبك بقى من قصة انه الاهلي راح يلعب اربع رابع نهائي دوري ابطال على التوالي لانه ده طبعا ليه معنى كبير جدا وبصرف النظر حتى عن تتويجه باللقب من عدمه مهم جدا جدا تعرف شكل وحج وتأثير مشاركة النادي الاهلي السنادي اللي معظم الاصوات بتاعت الخبراء والمحالين قالتلك الاهلي اقوى من بطولة دوري ابطال من دوري المجموعات طيب تعالوا بقى النهاردة نشوف المشوار وسيبك من قصة وصوله للنهائي احنا لسه موصلناش بس تعالوا نشوفوا الارقام بتاعت النادي الاهلي في البطولة دي مقارنة بكل الاندية التانية المشاركة وده هستعرضوا معاكم على مدار الحلقة بس هتسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية مهلهل مهلهل ايه هو المهلهل انا مش هقول لكم الوقت لما يجي وقت الكلام عنه هتعرفوا وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بدوري ابطال افريقيا وما ينتظر الاهلي فيه بإذن الله تركزنا كله في مباراة الترجي بعد تجاوز الترجي بقى دينا كلام تاني لكن مفيش منع نلقي نظرة وانا حابب جدا ابص مع حضراتكم على المشوار مشوار النادي الاهلي وازاي يوصل للمرحلة دي واصبح قريب جدا 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 من التأهل للمباراة النهائية في المرة الرابعة على التوادي المشوار ده نقيسه ازاي ونعرف قوة الاهلي وسيطرته وتأكيد على ريادته وانه في المرتبة الاولى على مستوى القارة ما عنديش حاجة تانية غير الأرقام لأنه معادة ذلك هو مجرد بقى أهواء وناس في اللالالند بتهزي بأي كلام في أي كلام خلينا نرحب بنجميلنا النهاردة كابتن أشرف ممضوح بنسعد بيه ويشرفنا دايما في السادسة وبنسعد باللقاء ومسأل خير يا كابتن أشرف مسأل خير يا حمد نور الدنيا سعيد جدا جدا بمجيدي معك طبعا دايما تلكت تالت مرة نتقابل في أو رابع مرة رابع مرة بتقابل في قبل نهائي دوري الأبطال صحيح خلينا أتكلم معاك الأول على شكل الأهلي على مشوار الأهلي سيبك من مطش الترجي هجيله دلوقتي وسيبك من بوران النهائية لكن إزاي شفت مشوار الأهلي في البطولة من بدايتها لغاية ما قدر يتجاوز عقبة الترجي في تونس بنتيجة 3-0 ومبروك طبعا للفور طبعا اليوم مبروك وإن شاء الله نكمل المشوار وبإذن الله يعني إن شاء الله يكون يعني النهائي بإذن الله تعالى يليق بالنادي الأهلي بإذن الله تعالى وإنت عارف أن أحب أن أخذ دايما النادي الأهلي دايما بيأخذ الأمور بمرحلة مرحلة صحيح بكل تركيزها طبعا فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتخطط طبعا الجمهور ثقة بس في لعبتنا أو في رجالتنا ولكن إن شاء الله إن شاء الله البطولة تكون إن شاء الله في دولاب النادي الأهلي في هذا الموسم المشوار بيعني بالنسبة لي كلمة واحدة هو تطوير تطوير على مستوى الأداء الخططي والتيكتيكي وارتفاع في المستوى الإنسجام مش أكلم عن الروح لأن دي سمة موجودة في النادي الأهلي في العيب إيبدا أنا عايز أقف مع حتة الروح بس أعجلها كمان سبقا معك لأنها مهمة جدا مفرد سير مهمة جدا بقت وضحة جدا يعني تحس أنه اللعيبة النهاردة الحالة المعنوية الجرين تزامة بيقوله الطليان عندهم بقت عالية جدا صحيح التوب فورم نتكلم عن أداء خططي والتيكتيكي وكمان معاهم أداء قتالي ورجولي داخل الملعب ده التوب فورم بالنسبة لي أنك بتقدي بشكل جيد وبتنفذ فكر المدرب وكمان بروح قتاليه عالية جدا لما يوصل نادي الأهلي المرحلة دي أنا أشك أنه في أي حد في أفريقيا ممكن يوقف أصد النادي الأهلي نقسم البطولة حاسبني من دور التمهيدي برغم أن الأهلي لعب يمكن أصعب مواجهة في الدور التمهيدي أنت لعبت مع اتحاد الملستيري صحيح طوي يعمل سيزن حلو جدا في تونس الكرة التونسية دايما ليها اعتبارها وليها شخصيتها لكن سيبك من مواجهة اتحاد الملستيري هقسم البطولة لمرحلتين مرحلة مفترض أنها أسهل مرحلة دور المجموعات مستوى المنافسة فيها ما بيبقاش أعلى مستوى قدرتك على التعويض إلى حد ما بتدي أريحية وهدوء في أدائك للماتشاط ثم مرحلة النوكاوتس اللي تبدأ من دور التمهيدي الأهلي خد هنا مواجهات في مواجهة سانداونز الهلال القطن الكاميروني وخد هنا مواجهتين في أدوار حاسمة نوكاوتس فرقتين الاتنين عندهم شخصية البطل والاتنين مع أي مرشحين لتحايل لقص رجال بيضاوي الترجي إزابة قارن مستوى الأهلي أو أداء الأهلي ما بين المرحلة التانية ومرحلة الأقوي هو طبيعي جداً لما بتقارن ما بين مباراة النيكاوت وبين دور المجموعات الأمور مختلفة لأن مباراة فصلة بتعني أنك بتخرج من بطولة ولكن في دور المجموعات أنت بتقدر تعود بالشكل أو بآخر وده اللي حصل مع ندي الأهلي صحيح إن هي أصبحت في الفترة الأخيرة أو في المواسم الأخيرة ندي الأهلي عودنا شوية أو تعودنا معا شوية أن أعاني شوية في دور المجموعات ولكن معرفش لي أنا دايما بمعندي ثقة يعني أنا وإنت هنا في كل في كل الأقوات وطول أدوار المجموعات دايما بنقول لحنا يوصل عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في رجالتنا لأنه أنا شايف أنه مع بداية التغيير ميستر كولر وتولي الإدارة الفنية النادي الآلي ابتدى بشكل مختلف ابتدى عندنا أداء جماعي مختلف ابتدى عندنا تطوير على مستوى التنظيم الدفاعي والهجومي بشكل مختلف خلي بالك أنه اختلاف الفكر التدريبي مع طبعا الآلية التنفيذ ده وإمكانيات اللاعبين الموجودين والخامات اللي موجودة بتفرق من مدرب لمدرب بتفرق الكوانيات دي في تنفيذ فكره ميستر كولر الحام من البداية وأنا أشدت به بشكل كبير جدا من البداية مش من النهار ده بقول إنه فكره مختلف وهادي جدا جدا بيدرس بشكل كبير جدا وعنده دراسة كبيرة جدا للفريق للفرق بشكل عام أو الفرق اللي بتنفسك بشكل كبير وعلى إمكانيات وتوظيف إمكانيات لعبته داخل الملعب شفنا تطويره على المستوى الفردي وده فرق كبير جدا 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 معي يا أحمد إنه تطوير الأداء على المستوى الفردي في فرقة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة مع ميستر كولر كبير جدا 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 لو كلمت عن بداية من الشرنوي اختلف بشكل كبير في الفترات الأخيرة نكلم عن محمد هاني اختلف بشكل رائع محمد عبن أبو ياسر إبراهيم وحتى متولي الفترات الأخيرة فيه تطوير في مستوى التنظيم الدفاعي والرقابة والتمركز السليم والتوازن ما بين الدفاع والهجوم في الخروج في النواحي الدفاعية أو المساعدة في النواحي الهجومية في الخط الدفاعي بشكل رائع جدا التطوير بقى الكبير جدا جدا في وسط ملعب النادي الأهلي واللي ما شفناهوش من سنين طويلة جدا هو انه انت بتشوف النهاردة عمر السلية بتشوف ديانج بتشوف حمدي فتحي حتى مروان عطية اللي انسجن بشكل كبير جدا جدا ونا هنتكلم عنه أكيد سنالحلة ازاي تطور الأداء ده بشكل كبير في المساعدة الهجومية طبعا ومساعدة الهجومية بشكل كبير جدا بيرستاو وهذا التطوير الكبير جدا جدا التطوير النفسي والمعناوي بداية ثم الأداء داخل الملعب الفني كهرباء وعدته بهذا الشكل لا فيه تطوير بشكل رائع جدا جدا يعني انا شايف ان ده على المستوى الفردي فرق كمان فيه شكلك وأداءك على المستوى الجماعي أمام الفرق شايف ان الحقيقة مستر كولر والجهاز الفني طبعا معاك كبسامي مصام مشال ينكون كل الجهاز الفني كبسامي حفيزي على المستوى الإداري بيقدوا أداء رائع جدا أنا شخصيا ممكن أديهم النهاردة تسعة ونص من عشرة ما كانش عشرة من عشرة على مستوى النتاج والأداء أضيفها على أداء ممكن كمان فكرة الناحية البدنية طبعا يعني أعتقد أنه السنة دي فيه إحساس أنه فيه طفرة على المستوى البدني كنا بنعاني منها في التلت موسم الأخير ده دي حاجة أو نقطة تحسب برضو للجهاز الفني والنحية الجزائية الخاصة بالأحمال أعتقد رغم أنه الأهلي رغم أنه الأهلي أكتر الأندية اللي لعبت مباريات عدد مطشاط الأهلي مقارنة بكل الأندية المصرية سيزن ده فيه فرق كبير جدا ليس بس على مستوى الكام لكن على مستوى الكيف كمان حتى المطشاط الزيادة دي اللي احنا لعبناها زيادة عن بقية الأندية كانت على سكيل احترافي على مستوى عالي جدا مواجهات من العارة التقيل ورغم كده لعابة الأهلي يمكن ما زالت توقف على رجلها متحسش أن الفرقة فيه اصابات متحسش أنه فيه تراجع للمستوى البدني رغم أنك أنت بشكرك أنا مش ناسي ده ولكن يمكن أثناء الحوار أندريس أندوية طبعا فرق بشكل كبير جدا مخطط أحمال نادي الأهلي الفترات الأخيرة وقلنا قد إيه نادي الأهلي فترة من الفترات أو فترات طويلة كان بيعاني أحيانا من الإصابات الكتيرة خاصة الإصابات العضلية في ظل أن تلاحم مواسم وبراد كتير كان فيه إصابات عضلية كتيرة جدا النهاردة الإصابات الحمد لله بشكل كبير ويا رب يدومها نعمة على لعابتنا مفيش إصابات الحمد لله بشكل كبير النواحي البدنية الحمد لله وصلنا لتقريبا 8.5-9 من 10 وده معدل هايل جدا 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 فكل الشكر حال أندرس أندويا في النواحي البدنية مخطط الأحمال للنادي الجزء كمان من ناحية البدنية دي هي فكرة ولو أني بشوف حتى أن بنسبة للجماهير بقت حالة حيرة يعني فكرة أنه التدوير أنت كل مباراة بتلاقي ميستر كولر بفجأك ب2-3 أسماء أنت مكتش في طاقة مختلفين مكتش في التشكيل الأساسي ومع ذلك الراجل بيدفع بيهم وبتلاقي كله على نفس المستوى ففكرة التدوير اللي بتحصل يعني إذا سمحت لي كنت بسمحها كده مجرد شعار لكن التدوير فعلي ولعيب قاعد برا على البنش نفس مستوى اللعيب اللي جوع ما حسيتش بيها ممكن كانت بتحصل طبعا صحيح ما حسيتش بنفس الفعالية أو نفس التأثير بتاعها زي ما شفتها برضو مع ميستر كولر صحيح خد مثل ده كهرباء موسم كامل أو سنة كاملة كهرباء بعيد تماما عن المشاركة بشكل أساسي أو في المباريات بشكل رسمي يعني مع النادي الأهلي الحمد لله عودته بالشكل هدى في دور الأبطار هدى في دور الأبطار وبشكل البدني ده رائع ده عملية الريكوفير وعملية الاستشفاء حياة يعني أداء رائع جدا جدا للمخطط الأحمال في النادي الأهلي ولازم نشيد بيه وليه دور كبير جدا أنا شايف أنه دوره مع ميستر كورو الجهاز الفني يعني لا يقل أبدا أبدا عن خمسين في المئة من أداء لعبتنا وحياة كل الشكر لي لأنه ولو استمرنا بالشكل ده في ضغط المباراة للفترة اللي جاية إن شاء الله أعكيد إن شاء الله نادل هالي إن شاء الله يقدر يحصل على السبعية اللي اتفاعنا عليها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله خليني يقف مع أرقام أو نبدأ بقى قصة الأرقام ويهمني جدا تعرف قد إيه المشوار الناجح ده قد إيه انتمائك للنادي الأهلي الكلام ده مش بس للعيبة اللي موجودة النهاردة أولا بكلم على حتى الشباب الصغير الناشئين فرن الناشئين اللعيب اللي ممكن يكون عنده في يوم الأيام فرصة إنه يرتدي تيشرت النادي الأهلي إزاي ده المشوار ده والناجحات دي بتساهم في زيادة القيمة السوقية للعابين تعالوا نشوف تعالوا أشرف طبعا مشاهدي سادسة نبص على ارتفاع القيمة السوقية للعابة النادي الأهلي في السنة دي طبعا بعد مشوارهم الناجح في دولة الأبطار ترجمة نانسي قنقر نحن نكلم على أرقام ارتفعت بنسب قياسية يعني دي بعض الأسماء والعيبة اللي زادت القيمة التسوقية بتاعتهم نكلم على العيبة زادت قيمة التسوقية زي ملعا مثلا في موسم ده الزيادة في قيمة التسوقية 66% كريستو وإن كان لسه يعني في مشاركش بس في النهاية هو تحت الأمبريلا هو تحت اسم النادي الأهلي وبالتالي بس مجرد أنك تبقى لاعب في النادي الأهلي زادت قيمة التسوقية بتاعتهم بسببت 100% من غير ما يعني غير ما مشاركش لسه بشكل كبير لدي التأثير الكبير يعني عبدالقادر نفس الحكاية فديانج كان ديانج الحقيقة طبعا قيمة كبيرة جدا لكن يظهر طبعا حمدي فتحي بالزبط كده فأهم جدا قيمة التسوقية بتزيد كل ما بتشارك في بطولاته بتفوز بيها النادي الأهلي الحمد لله محليا أفريقيا عالميا على مساعدة كاسل عماندية الحمد لله متفق بشكل كبير جدا وده بيدي لك مساحة للرؤية الناس بتشوف بتقدر تقدر بشكل جيد مدى إمكانياتك ومساعدتك أو مساندتك لفريقك في حصد البطولات وبالتالي قيمة التسوقية بتاعتك بتزيد مشاركتك كمان مع منتخبات بلادك الحمد لله بيرستاو نضم لمنتخب جنوب أفريقيا نفس الكلام علي معلوم الحمد لله موجود على منتخب تونس وبالتالي حتى الأفرقاء الموجودين عندك الحمد لله بقى بيشاركوا بشكل كبير مع منتخباتهم من قبلة سوقية بتاعتهم بتاعها لا يعني النادي الأهلي الحمد لله بيفرق كنسة القندوسي برضو كمان طبع حتى على مستوى المدربين أحمد كمان توليهم بسولية نادل أهلي اختلفت تماما عام بعد توليهم نادل أهلي فبالتالي نادل أهلي بيفرق كتير جدا مع كل الأسماء اللي بتتواجد داخل الأمبريلا زي ما بتقول هكامل معك مشوار الأهلي في أفريقيا بالأرقام عايز أقف معك مع شوية أحصائيات كده وده اللي كنت بكلم حضراتكم في النهاية لما تيجي تقايم القصة مش قصة اجتهات شخصية أو قصة رأي شخصية رأيك الشخصية لا يعنيني في شيء والأسف الشديد بيتدخل في عندنا في مصر قصة حسابات كتيرة جدا بعيدة بكل البعد عن كرة القدم وعن تقييم الموضوع لكرة القدم لكن يجي ما يجي قايم مشوار نادل أهلي حتى أشرف لما كان بيكلم نهاردة على فكرة دول المجموعات وفكرة مستوى الأهلي في النوكاوت أو في المرحلة الإقصائية طبعا شتان الفارق أنت هنا تلعب مع الرجاء والترجي والاثنين فرقتين عندهم طموح في أن هم ينفسوا على اللقب أو يوصلوا للمباراة النهائية ومباراة فاصلة يعني ما فيش فرصة للتعويض فيها فمستوى المباراة ومستوى المنافس أصعب بكتير جدا من مطشاة تلعب في دور المجموعات ورقب كده الأهلي يتفوق سجل خمس أهداف ما استقبلش ولا هدف ويتبقلوا خطوة وحيدة عن المباراة النهائية لكن على مستوى المشوار لما نيجي نشوف الأرقام ونعرف أن كل الناس بتقول نسخة مامل دي سانداونز وفريق لا يقهر وفريق بيقدم كور فريق محترم ما فيش نخاش بيلعب كورة محترم ما فيش نخاش لكن على مستوى الأرقام الأهلي فرق كتير جدا عن كل الأدار المشاركة تعالوا نشوف ونستعرض معاكم أرقام الأهلي ولعب الأهلي في مشواره وفي دوري أبطال إفريقي طيب نبدأ الأول بنسبة دقة التمرير في الصدارة مامل دي سانداونز بنسبة 493 دي طبعا متوسط عدد التمريرات في المباراة الوحدة الأهلي بيجي في المرتبة التانية برصيد 397 تمريرة الترجي تونسي في المركز التالي 393 تمرير ده الفساطة الأسيارة سأسانية نروح معاك للنغ باسس دعونا نرجع للنغ باسس بس الأول التبريرات الطولية يعني رجعوا في المركز الأول الأهلي في المركز التاني ثم الوداد في المركز التالت والأهلي أيضا حاضر إنه لي حاضر الحمد لله يعني يشوف الكرات الطويلة نكمل معاك أرقام ونبق عليها أوكي يلا نروح لبعد كده طبعا شوطسون ترجل تمام أعتقد أنا مش شايف قوي الحياة سوفيام بن جديدة في فريق الرجال المغربي ومكابي لليفو في الهلال ومحمود كهربا في المركز الثالث 1.7 في المباراة دول اللاعبين طبعا متواصل تزديدات اللاعبين 3.9 دقيقة المتواصل تزديدات المباراة الوحدة كهربا في المركز الأول 1.18 هدف المباراة الوحدة طبعا كهربا فارئ كتير جدا الحياة طبعا كمان عندنا الشناوي شناوي في المركز الأول 5 متشات طبعا أليكسيس جندوز ومعيز بن شريفية حالس الترجي في مركز الثاني والثالث صناعة الفرص طيب دي دقة التمريدات الطولية في التسعين دي غيلان الشعلالي طبعا واحد من أهم لعابة الترجي صحيح في الفترة اللي فاتت تخدوا بالكم ويمكن ده نحاول نعرفه النهاردة الترجي غاب عنه ثلاث لعابة حقيقي مؤثرين جدا الحمد للهوني غيلان الشعلالي ورياض بن شريفية طبعا بن شريفية وكمان رياض بن عياد كمان من الناس طبعا دول التمريدات الطولية السلية كان واحد من دول الأسماء السلية طبعا دعا بالأهل يحضر في القيمة في المركز الثاني 6.7 تمريرة في المباراة هنأتكلم على مش أي تمريرة طولية نأتكلم على التمريدات الطولية دقيقة الفرص الكبرى أو الفرص المؤكدة أو صناعة الفرص المؤكدة جاريدي طبعا في المقدمة ثم بيترو أتلاتكو وبعد كده علي معلول بأربع صناعات أربع فرص مؤكدة ثم بيرسي طاو الأهلي حضر في القيمة دي علي معلول اتنين لعب هو الحقيقة اللي يمكن أبرز الحضور للعبت الأهلي عموما أن نشوفهم معلول وطاو وكهراب هم يمكن الأرقامهم الحقيقة مهمة جدا معلومة دي الأهداف وصناعة الأهداف في اتنين مع بعض بيرسي طاو بيرسي طاو ثمانية في المقدمة ثم حمزة خابة حمزة خابة لعب طبعا الرجاء المغربي مسجل خمسة وعمل صانع هدف والتالت محمود كهربا مسجل خمسة أيضا وصانع هدف لكن بيرسي طاو في المقدمة وهنا القائمة دي صناعة والتسجيل بيرسي طاو اتنين لعبا من الأهلي بيرسي طاو وكهربا مخطل هبو طيب الفريق صاحب القدرة الأكبر على خلق فرص مؤكدة الأهلي في الصدارة 17 فرصة مؤكدة طوال مشوار مامللي سانداونز في المركز الثاني 15 ورجاء كازابلانكا أعتقد دي هدي بقى مفاجأة لبعض الناس كتير ممكن تتخيل لبعض الجوية أو سانداونز صحيح لأنه فعلا بيوصل كتير يمكن تمريراته في فصة الملعة كتيرة جدا جدا فتدي لك إحاق أنه بيوصل بعدد أكبر من صحيح هو عنده قصة يمكن النقطة الواقعة الاستحواز بخطورة وفعالية الحمد لله للأهلي حتى على مستوى التسجيل نحن نعم بكامعة فرصة مؤكدة لكن حتى لما تشوف على مستوى الأهداف هتلاقي أنه نادي الأهلي صاحب الفريق الأكثر قوة أو غزارة تهديفية صحيح خلي بالك الرجاء كمان موجود في كل يعني الرجاء العيبته ونادي الرجاء نفسه موجودين في كل الإحصائي لكنه واحد من أفضل على مستوى دول المجموعات هو أفضل فريق على مستوى النتائج هو فريق رجال بايدال عشان كده منون نادي الأهلي أدى المباراتين طول الرجاء أفضل مستوى طب صناعة الأهداف جي صناعة أهداف فقط لغير علي معلول صدارة خمسة ثم بيرسي تاو أربعة ثم يوسف العوافي بتلت أو تلت أسستات في المركز التالي طبعا احنا نتكلم على خمسة وخمسة هنا طبعا هدفين هدفين البطولة بها دلوقت منهم طبعا اتنين مازالوا مستمرين في البطولة وحمزة خابة لعب الرجاء خلاص بما أن الرجاء خرج خلاص بأن دوس فرصة لكن عندنا بيرسي تاو عندنا كهربة كهربة وشعلويلي موجودين أسأل تشكيلة مثالية مثالية لأفريقيا في في دور في نصف النهائي ها دي عندنا خمس لعبين لعبين نادي الأهلي موجودين خلي بالك في الفترات اللي فاتكم لها كانوا موجودين نصف وكمان في كل يعني في كل الخطوط يعني بتكلم من حراس المرمى للخط الدفاع لخط الوسط للمهاجمين وبالتالي الحمد لله أنت عندك أفضلية في كل الأماكن في ها هو فلسي تاو كهربة في خط الهجوم وشنان في حراس المرمى وياسر إبراهيم معالي معلول دون الخمسة في وسط الملعب برضو يعني لو بيرس تاو حتى نافق خط الهجومي وخط وسط يمشي الاتنين الحياة ماشي بشكل جيد والحقيقة أنا ممكن أخط حمدي فتحي ومروان عبية والزينج في الوص نص الملعب وأنا متهم جدا لأن الحياة التلاتة التلاتة ممكن نحط أشكيل الأساسية النادي الألف نادي الألف الفترات فالحياة ماشي بشكل كبير جدا مميز أروح معاك لماتش الترجي ماتش الترجي اللي جاي من الزاوية الجمهور أو من وجهة نظر الجمهور لألي خلاص في النهاء والمباراة بمثابة كارنفال نحتفل به ونستقبل الترجي بشكل كويس عندنا في ملعبنا في القاهرة ونزود الغلة ونستنى بقى مين الوداد ولا السنداون ووجهة نظر تاني تقولك أنه الترجي فريق كبير فريق جريح ودائما دائما الفريق اللي عنده شخصية البطل فليه اللي دائما متعود على تحقيق لقب بطولة لما بي يعني بيمر بعثر أو بكبوة شديدة بيقوم منها عشان يرد اعتباره يرد بكرامته فبالتالي في ناس كتير جدا عامل حساب لمباراة الترجي وشايفة أن المباراة تكون صعبة مستهلة زي ما أغلب الجمهور المتوقع خليني أكلمك عن فكر النادي الأهلي في أنه صفحة وقفلناها وده شوط الشوط إحنا نستلعبنا شوط ولسه الشوط التاني إن شاء الله عندنا هنا بإذن الله من جمعة الصفحة ما تقفلتش لأنه التركيز بياخد في المباراة الأخرى الأسبوع ده بالكامل النادي أهلي مركز بشكل كبير في المباراة العودة الترجي طبعا فريق كبير جدا جدا عنده بعض اللاعبين أعتقد ممكن بعض منهم يعود في المباراة اللي جاية أنا دايما في المباراة الخارج ملعبنا بكون مش ألقام بشكل كبير لأن الضغط النفسي والعصبي الأكبر بيكون على صاحب الملعب أكتر ولكن نتيجة كبيرة يعني نتيجة الحمد لله نتيجة المباراة هناك ثلاث أهداف كبيرة جدا وكتيرة جدا وخلا بلك الترجي دايما إحنا لعبنا تقريبا 23 مباراة على مستوى البطولات وتقريبا 21 مباراة في دورة أبطال أفريقيا أمام الترجي إحنا كسبنا 11 مباراة بمباراة اللي فاتت 8 تعدلات وأربعة فوز للترجي ده معنا أن أنت الحمد لله في تفوق كبير جدا جدا على مستوى النتيج أمام الترجي التونسي على مستوى النفسي وده ودي نقطة مهمة جدا أحمد إنه إنك لما بتلعب فرقة يعني أنا أكلمك عن نفسي شخصيا لما كنت بلعب أمام فرقة معينة لدعي لذكر أسمها أنا ببقى بلعب أو بحضر مباراة يعام الحسابي خاصة أنا أجيب جول واثنين وثلاثة فالمستوى النفسي أو المستوى النفسي الحمد لله الأهلي متفوق على الرجاء في النحتة دي حتى لعب الترجي لما بيجوا هنا أو الترجي لما بيلعبوا الأهلي بيبعا عندهم شوية عدم ثقة أو خوف وتخوف ودي بتدي عدم ثقة كبيرة جدا في الملعب على مستوى الأداء في فرع لما بتيجي التقابل الأهلي كتير بتخاف 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 وده طبيعي وموجود في كرة القدم في كل حتة في العالم في هيبة في هيبة طبعا هيبة الكبيرة الكبيرة على مستوى النتيجة الحمد لله نتيجة كبيرة جدا وأعتقد أنه أنا كنت متخوف متخوف شوية هناك بس على مستوى أنه ممكن يحرزه فينا أهداف ولكن الحمد لله على المستوى الهجومي الحمد لله نادي الأهلي قدر يحرز وأنه بعض اللاعبين هيعودوا صحيح ولكن نقطة مهمة جدا وممكن يبقى فكرة أنه يعني ممكن ممكن أنا كالعيب وإنك برده ممكن أنت كلمة عن ده أكتر أنا كالعيب أنا جاي وأنا عارف أن أنا بره النهائي بس أنا جاي أرد اعتبار جاي يقول أنه لا الترجي فريق كبير جاي يكسب الأهلي حتى لو كسبت واحد صفر يفاهم قصدي إيه ودايما بقول دايما في المطشاط اللي من النوع ده اللي انت بتخشها كده وتحس إن كجمهور حاطت رجل عرج في كرة القدم محدش ممكن يضمن إيه اللي ممكن يحصل بيتبقى متخوف آه يعني 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 غلطة حكم اللي قدر لطرد لاعب بنشوف سيناريوهات ماتشاط في نفس الماتش أنا شكامك على ماتش وماتش زهاب وعودة كبير في نفس الماتش ماتش تبقى فرقة رجبة وخلاص الشوت الأول مثلا بسكور كبير ويحصل حاجة الشوت التاني تلاقي الماتش تغير الزاك طيب التراجي كمان غير المدرب أعتقد أنيس البسعيدي آه يعني هو مدرب مساعد المدرب مساعد المدرب فتتقال لك وقبل المباراكة من قبل مباراة الندلة اللي أعتقد كان فيه كلام كبير إنه ممكن يرحل عن الفريق يعني ولكن كم المباراة والنتيجة كان كبيرة والحياة يعني تم اتقالت رغم أنه مدربين الكبار في أفريقيا طبعا طبعا الخسارة قاسية جدا قاسية جدا قاسية على نبيل معلول نفسه طبعا طبعا يعني فكرة نجد تستعمل ثلاثة من الأهلي في ملعبك وفي نصف نهائي يا أفريقيا وخلاباك وما كان عندهم أمل كبير جدا إنهما يكملوا المشوار في أفريقيا لأنه الدولي أعتقد كمان بعيد عنهم الموسم ده وما قبل الأهلي يعني كانوا خسارين من أفريقيا أفريقيا وصفاقيا نظبط لو فاكر اتكلمنا هنا قبل المباراة التراجي وقلنا إنه عندهم كوارث في النواحة الدفاعية التراجي على كل مستويات مستوى الرقابة والتمركز والحالة التوازن الدفاعي اللي كان موجود بين يعني فيه صغرات كبيرة جدا في خط دفاع التراجي التونسي وبالتالي في مباراة أنت محتاج فيها أنك تخرج بنتيجة فوز هنا أمام النادي الأهلي بالتأكيد هتكون خطوطك مفتوح بالتأكيد لا خلاف على ده لأنك عايز تعاوض النتيجة الكبيرة خسارة ثلاث أهداف عشان تقدر توصل للثلاث أهداف دول هيبقى عندك اندفاعات هجومية كبيرة جدا هتدي لك مساحات كبيرة جدا للنادي الأهلي والحمد لله الفترات الأخيرة كل لعبتنا على المستوى الهجومي عندهم الحمد لله بشكل كبير جدا 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 تفوق كبير في الفترات الأخيرة حتى حسب الإحصائات اللي كلمنا عنها أحمد في المستوى الهجومي بتكلم عن الكهرباء عن بيرستاو عن السولية عن حتى مروان معطية ديانج في المسندة الهجومية أحمد عبدالقادر الفترات الأخيرة ومباراة أخيرة كان انطلاقاته مهمة جدا جدا وبالتالي هيبقى فيه مساحات كبيرة جدا في خطوط دفعاتهم وأنا بقولك أنه أنا متطمت بالشكل كبير جدا مش بس عشان مستوى النتيجة ولكن أنا حتى في مباراة التراجي هناك كنت بقولك أنه خطوط دفعات التراجي التونسي فيها من شكل كبير جدا وهنقدر نحرز أهداف هناك والحمد لله قدرنا نحرز ثلاث أهداف وبالتالي المباراة هنا محتاجة بس التركيز وده الحمد لله بشكل كبير جدا مطم من جماهيرنا أنه لعبتنا ونادي الأهلي اتعود أنه بياخد كل المباراة على حدا يعني نحن ندخلين المباراة دي انتعادوا لسهل بسفر وسفر وبالتالي التركيز بيكون أكبر نادي الأهلي هيلعب على الفوز مش بس علشان يتخطى هذين المباراة وده بيدي الحمد لله ارتحية كبيرة جدا في المباراة وإن شاء الله نخرج بنتيجة بإذن الله مميزة أمام التراجي إن شاء الله نقطة من يعني وانت بتتكلم على على مصادر الخطورة في الأهلي على تقلق كهرباء على تقلق برستاو حتى علي معلول النهاردة مساهماته الهجومية كصناعة وتسجيل وأفضل الأفضل في المميزة جدا طبعا إن لو تفتكر ويمكن أنا حتى وإنت يعني كنت متكلم في ده ومصر كلها كنت متكلم في ده إنه الأهلي بيعاني هجومية وإنه الأهلي في حاجة إلى راس حربة وإنه الأهلي فكرة فعاليته في ترجمة الفرص اللي بيعملها على مدار المباراة والأهلي جدا قابتها لي دي واحدة من الحاجات اللي كولر ما خدش كريدف عليه يعني يعني الناس ما قالتش والله كولر عالج المشكلة دي رغم إنه لما يوفق والأهلي حاول أو دارة الأهلي حاولت في توقيت كان صعبة أو ظروف كانت صعبة إنها تجيب مهاجم ولكن قدر كولر إنه هو يتجاوز ده ويخلي الأهلي مميز جدا هجوميا وما بقتش الناس أساسا بتتكلم في الموضوع ده خلاص صحيح صحيح معالجة في توقيت مناسب جدا أنا ما زلت أنا ما زلت وانا زلت ما زلت بقول ده إنت محتاج في الناس اللي فعلا مهاجم صريح وبمواصفات خاصة مواصفات معينة تقدر من خلاله إنك تترجم إنت ممكن توصل في المباراة ثلاثة أربع فرص بكتير مش كده وارد في بعض المباراة وبالتالي الفرصة خلاص يعني لو ما قدرتش حقاها إنت ممكن تقسر مباراة وممكن تخرج من بطولة كان ممكن نوصل سبعة تماما ما عليك من المباراة اللي بتوصل فيها كتير دي وبتحفز أداف ولكن في مباراة مباراة فرصة مباراة خسرك مباراة خسرك بطولة أو تخرج بطولة إنت محتاج ده كهرباء الحمد لله الفترات اللي فاتت يعني فوآن كبير جدا فرق مع النادي الأهلي في النحل الهجومية وفي حراز الأهداف وصناعة الفرص بشكل رائع جدا محمد شريف كما مش عايزين ننسى دوره في فترة من فترات كان متهلق مع النادي الأهلي الخطوط الخلف المهاجمين بيرستاو وأحمد عبدالقادر وطهر محمد طهر في فترة من فترات حسين الشحات الخطوط دي فرقت كتير جدا جدا حام معه في النحل الهجومية ما زلت بقول أنت محتاج مهاجم قوي صحيح ولكن ميسر كورو جاز الفاني أنا معبدون بسوطة لسوطة كبيرة جدا أنه عالج ده بشكل كبير في توقيت مناسب فعلا كان عندك أزمة وأزمة كبيرة جدا في النحل الهجومية عودة كهرباء وفوآن الخط الهجوم حسين الشحات أحمد عبدالقادر طهر محمد طهر قبل الإصابة فوآن الجزء ده أو النحل الهجومية دي اللعبين في النحل الهجومية دي فرقت كتير جدا جدا مع النادي الأهلي ولكن ما زلت بقول طبعا النادي الأهلي محتاج مهاجم أو اتنين كمان بشكل كبير جدا في فترات اللي جاني وبيفرق فكرة أنه لما يكون اللي وراك على الدكة بيبقى قريب منك أو في نفس المستوى فبالتالي ده بيخليك تخوش بيزوقك دايما بيخليك دايما دايما في تركيز كبير مش بس على مستوى التدريب لكن بتبقى حريص على كل فرصة بتجيه لك بتبقى حريص على فرصة بالمناسبة بختاروا الهدف بتاع الهدف التالي الأفضل الأفضل في أنا مميز جدا شوف أنا دايما بقول أن المدرب مش بس نواحي تدريبية وخططية لا المدرب بيفرق كتير جدا من النواحي النفسية أنه أقدر أرجع اللعب ده أرجع له ثقته في نفسه ثقته في أداءه وبالشكل الكبير جدا ده أنا شاف ها مستر كورو كابتسان ميومصان وجهاز الفني بالكامل وبالتأكيد كابتسان ده حفيز كمان وجلسات اللي بيعملها مع اللعبين فرقت بنسبة 100% مع الأسماء اللي تكلمنا عنها كتير يعني إذا كان بيرستاو كهربا أحمد عبدالقادر حسين شحات خلي بالك حسين شحات كان فيه فترة فيها دروب في أداءه الفوآن بالشكل كبير جدا ما فيش حد يعني ما فيش حد من خط هجوم النادي الأهلي خلينا نتكلم عن السيزن ده ما عداش عليه دروب صحيح كل اللعبين خلي بالك كل خطوط يعني خلينا نكلم بسطة بيرستاو كان عنده دروب كبير جدا وكان بالنسبة للجمهور في وقت من الأوقات إصابات كمان إصابات كمان إصابات كبير جدا أنا قلت خلاص بيرستاو رحل عن ندلاني لأنه إصاباته كانت متكررة وكتيرة عبدالقادر نفس القصة شريف نفس القصة شحات نفس القصة فيش حد ما حصله دروب والحقيقة أنه يعني هو تعامل مع كله في نفس الوقت يعني أنت بتعامل مع خط كامل أنك ترجع له ثقةه في نفسه أنك تطلع أفضل ما عنده كله الحقيقة النهاردة يعني قدامك عشر أهلوية قلت لهم مين هلعب مطش الترجل جاي تحط مين خط هجوم هتلاقي كل واحد بيقولك تركيب ممكن تختار أي ثلاثة ممكن يشاركوا صحيح يعني صحيح مع فكرة أنك بمناسبة التدوير ومناسبة المطش اللي جاي هل شايف مع فكرة أنه أحافظ على السكواد الأساسي اللي لعب حتى المطش اللي فات أو اللي بفكر وراهنا عليه إن شاء الله لو ربنا أكرمنا في الوصول للمباراة النهائية ولا ده قاني الأوان أن أنا أريح عناصر كتير ودخل عناصر تانية يحط رجلون في الملعب يلعب مطشات صعبة أنا مع الاستقرار أو يعني يبقى عندك تشكيلة بشكل أو بآخر تقدر تعتمد عليها في ثبات التشكيل ولكن التدوير في النادي الآلي الحمد لله بنسبة كبيرة جدا جدا مش فارق من يشارك لأن الحمد لله المستوىات متقربة جدا في ميزة كبيرة جدا جدا عند النادي الأهل دلوقتي والحمد لله دي بأقدام رجالتنا بأقدام لعبتنا إنه عندك ارتياحية في مباراة الدول التلات مباراة اللي هنلعبهم ما بعد مباراة التراجي أمبي أعتقد ويسراميكا ومش فاكر فرقة التالتة مين عندك ارتياحية الحمد لله أنت عندك متفوق في عدد النقاط وعندك مباراة لسه مؤجلة فارق في فرصة عندك لراحة لعبين كتير ولكن أنا شايف نبارات التراجي اللازمة إن شاء الله يلعب بنفس التشكيل اللي موجود لأنه مين نتمنى تشوفه ماتش التراجي أنا نفسي شوفي قندوسي نفسي شوف كيستو نفسي أنا متوقع إن شاء الله أنه هيفرق كتير جدا إن شاء الله معناد لقالي يعني هي لسه رؤية ميسر كولر يعني مش متخيل الأدية هو لسه بعيد ولكن أنا أتمنى أشوفه لأنه نلعب مميز جدا عن مستوى المهاري وأعتقد إنه حيزيت جدا بالمشاركة مع النادي الأهلي هو بدلك بس إنه في الوقت اللي كان متواهج فيه مع تونس أفريقية مع منتخب بلده صحيح وكانت فرصة إنه غالبا يعني ده قريتي أنا دي مش معلومة ده يعني ظني يعني إنه كولر قال لك والله الولد ده اللي قد منتخب تونس للأداء الرائع ده ياخد فرصة فلما ابتدى ياخد فرصة جات له الإصابة فبدل أسك للأسك لكن هو رايح مع تونس طبعا طبعا كسعال كسعال إن شاء الله يعني الاتنين دول تحديدا نفسي إن شاء الله يشاركوا الفترات اللي جاي لأنهما الحام مهاريين وهيفرقوا مع ناد الأهلي خاصة في عملية الأداء الجماعي اللي موجود دلوقتي والانسجام اللي موجود بشكل كبير عملية الاستحواز خلي بالك إحنا فترة من الفترات ميسر كولر كان بيسيب دايما لسحوز الفرقة الأخرى النهاردة الحمد لله بنسبة كبيرة جدا ناد الأهلي بيستحوز في وسط الملعب أو الأداء الجماعي بشكل كبير بقى رائع جدا فترات اللي فاتت وأعتقد إن اللاعبين المهاريين هيكون لهم دور كبير جدا الفترة اللي جاي إن شاء الله مع ناد الأهلي يمكن من حسن الحظ إنه مشوارنا في البطولة مع ميسر كولر وخدوا بالكم كولر ما فيش أي سابقة أعمال أو سابقة خبر يعني في كورة القدم في أفريقيا فالمشوار بتاعنا كان صعب ومتنوع ما بين فرق كبيرة في قارة أفريقيا زي سانداونز مثلا في دور مجموعات ما بين فرق أصحاب تاريخ وجماهرية ومن المدرسة السمال أفريقيا زي الرجاء والترجي وما بين فرق ممكن تبقى على ملعبها إلى حد كبير حتى لو ما كانتش أصحاب ألقاب أو بطولات لكنها تظل فرق أصعب زي مثلا الهلالي السوداني كولر لف ودار وشاف وتفرج وعرف يعني إيه كرة أفريقية وبسرعة جدا وده يمكن يبقى مفيد جدا في اللي جاي يعني يعني يمكن من حسن الطالع إنه سانداونز جيه في طريقنا في دور المجموعات عشان ميسر كولر ياخد التجربة ويتعرف على الفريق فعليا في أرض الملعب لأنه من الوارد جدا في احتمال إنه يكون معنا في النهائي طب النحة التانية أي قصة الوداد وسانداونز هاسمع رأيي كابتن أشرف بس بعد الفصل طيب قبل ما أتكلم على الموجهة التانية هاسمع رأيي أشرف في قصة الوداد والسانداونز ومين الأفضل من وجهة نظرة ومين اللي حظوظه أقرب للتأهل لأن إحنا في الجزء دي مختلفين شوية بس خلينا نروح لتونس معنا الأستاذ محمد فهمي سعيد الصحفي براديو أم أفهم التونسي يضف معنا طبعا من خلال المكالمة الهاتفية هيكون معنا نعرف منه أخبار المواجهة ورؤية شقائنا في تونس للمواجهة بين الكبيرين يظل الحقيقة الأهلي والترجي اتنين من أكبر أندية القارة الأفريقية ومواجهتهم دايما تحت المنظار زي ما بيقوله أستاذ محمد مساء الخير مساء الفل كبير أحمد مساء الفل كل من يتابعنا عن قناة الأهلي وشكنا على الدعوة أهلا وسهلا بك بداية خليني أروح للقاء الزهاب قبل ما أروح للقاء العودة يعني ردود الأفعال وأنا عارف طبعا أنه يعني في ردود الأفعال على كل مستوى على المستوى الإعلامي على المستوى الجماهير حتى على مستوى إدارة الترجي التونسي إزاي شفتوا الخسارة بسلاسية وإيه هي فرص وحظوظ أشقاءنا في تونس والترجي وهو جاي القاهرة طبعا والأهلي بيستعد لاستقبال بعثة الترجي في مواجهة الجمعة المقبلة خلينا بذلك أو الحاجة بالمواجهة وهدود الأفعال خاصة كانت ثلطية من الجميع سواء تحقيين علميين أو حتى شمهة الترجي وإدارة النادي خلق خلقا الحيح أن النادي يعيش فترة صعبة جدا ونظر اللي عديد العوام الأمراضها عادم كان بالتدابات وطفلت عديد اللاعبين المهمين والإصابات ممكن كيف غيب زرهين على المقابلة ولكن ولا شخص توقع أنه شهد الترجي بالواجهة هذي بقل أهلي يعني شهدنا حقيقة من تريق شبح للترجي يعني الترجي وتريق وفي المساعد في التامكنزيق يعني كأنه نساو اللاعبين اللاعبين يعني ما كان شما روح حقيقة شخصي ما متوقعت أنه نشوف الترجي بالواجهة هذي كل شي يحكيت لك عليهم يعني ما شفناش أي ريكشن اللاعبين شفناش أي بوادر أنه يحاول أنهم يسلحوا في المقابلة وأنهم يعودوا في المقابلة ضمنات ثقيقة الأزمة الأهلي كان منظم باشا على جميع الأسعد وهذا اللي خلى مدرم بالمعلوم ما ينقش حتى حل كما قلت تسمح لي أستاذ محمد يعني أنا أعتقد أنه الترجي واحد من أكبر أنديت القرى وما أعتقدش حتى أنه غياب لعبين بحجم وبقيمة حمد الهوني أو شعلالي أو بنت شريفية تؤثر بهذا الشكل على فريق بحجم وإسم نادي الترجي صحيح نادي يقوله نادي الكبير ما يقفش على حتى لاعب لكن لما تقع لعبين كواد ويغيبونه ما تقعش على أذية الميدان لاعب فقط يعني متوج بدوى الأبطال وهو فوسيني كوليبالي يعني مع لعبين جدد ما تحطوش وضعية كما نهكة كيف يكون صعب جدا لأن الفريق ولا لعبين أنه يكونوا في يوم أو حتى يحاول الهجوح بالنتيجة أنا كما قلت لك الفريق لكبير ما يقفش على حتى لاعب لكن كيف تهيل منحكين عليهم فقط أنهم توج بدوى الأبطال فقط أنهم تحطوا في وضعيات صعبة عشرة المادي في وحدة الأوقات يعني الدولة كان مهمة وخاصة تلحاس معظم شريفية يعني طب ده فيما يتعلق باللعبين طب إزاي بتشوف أو إزاي استقبلته خبر استقالة نبي المعلول هل ده أمر متوقع بعد الخسارة من الأهلي بسلسية في دورة قبل نهائي بطولة دوري الأبطال ولا الخبر كان أو الاستقالة ما كانتش في التوقيت المناسب وخصوصا أنه التراجي مقبل على مباراة أصعب من المباراة اللي خضها في تونس مع الأهلي أنا في القاهرة هو كل واحد كيفش يشوف في التوقيت الاستقالة أنا بالمعلوم جميع التراجل شافتها أنه حال الوقت يخلوش معلوم من أسوار النادي كثير بعض الأعلميين شافوا أنه خلاص يعني المعلوم معهات عنده ما يقدم حتى إيضاقا للنادي لكن شخصيا وهذا موقفي شخصي شوف أنه نبي المعلوم كان من المحصول أنه غادر التراجي منذ نهاية المحلة الأولى من البطولة خاصة أنه تراجي عاش مقابلات خاف مقابلات سريقة جدا في دواء الأبطال نحكي لأنها حتى في المقابلات الأخيرة في ميحات المجموعات تراجي ما كانش ما قدمش مقابلات برها الدواء الدواء خاصة ممكن يختطي تقال معلول حقيقة لم يقدم أي إيضاق للبريقي معلول أن يشوفوا شخصيا أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في النسخة في السائقة للتراجي معلول لم يقوم بأي انتذاب في المكات الشركي رغم توفق السيم الممتزل في السوق التونسي المحلية معلول قام بإخراج عدد اللاعبين ممكن منقدموا إيضاق للتراجي معلول ما قامش بأي انتذاب في المكات الشركي كما قلت لك وتعلّل بأنه حسد البشري الحالي يكفي للتامتلينز ليج والبوتولة وهذا ليسا العكس نضيعه معلول يتحمل مسؤولية في الاختيارات بإخصاء للعبين عندنا نقول وإحنا هلزحهم في الفترة الهدية وهو مبعاد على المنافس أخبطا ونحكي على رشاد العساوي أو إنس بدأة اللي غاب مدة كبيرة على التراجي كفاية على الكابتن نبيل معلول لغاية كده خليني ياخدك لمواتش الجمعة هل متوقع عودة أسماء كانت غايبة عن المواجهة الأولى هل متوقع عودة أسماء من المصابين اللي غابوا عن مشاركة التراجي في المباراة الزهب هو نفس الأسماء اللي غاب في مقابلات الزهب هي بشكون غاب في مقابلات الزهب يعني نفس نفس طريق بش بش تحاول القاه فقط بش يكون غيب رأة بش نيب بش يكون عظمة المتخب الطنسي العواسط في المقابل فتاش هذا التشكيل ترويش بغاية الوهي بش يكون عظمة المتخب لكن مقاعدة يفاق بين التراجي وجمعة الطنسي أنه يكون عظمة التراجي في المواجهة هل مطلوب من التراجي الدفاع عن حزوزه في التأهل وهل بيرت تونسى أنه مازالت هناك حزوز للتراجي في التأهل أمام الأهلي في القاهرة ولا المطلوب هو رد اعتبار ولا المطلوب هو أنه ما يرجعش من القاهرة بهزيمة قد تزيد من معاناته في ما هو قادم يعني أنت يبدو أنك جيوب على السؤال يعني وحدك وحدك دي أنا أنا بديك الخيارات والإجابة على مسؤوليتك لا لا أمام تحسلي ما الذي يجب على مسؤوليتي شخصين نشوف أنه شخصين في قد القدم وقاموش قد القدم لا يوجد كلمة مستحيل يعني ترجي وقيمته وعراطته وطاريخه في المسابقة وفي بريقية يعني بشيكون مطالب أنه يمشي بشي تنقل القاهرة لدي فعلا نحن أقوله يعني لو جت أهل نخديما نقول لك صعب لكن مش مستحيل فإنها جت أهل لكن على اللاعبين يعني يعادة القيمة ويعادة تحيبة النادي المسابقة يعني مش سهل أنك ترجي يعني ما قلت لك تاريخه وعراطته ينهزم بالأدية وبنتيج هيك محا مقابل يهد برض من نفس اسمه أهلي مش المصر تلعب حوظ برضك الكل يعني مطالبة أنك ما تحاول يعني تضغب نفس الوجه اللي نفات به في مقابلة ذاهب بش نسي بصعاج المدعب المرشف على الفريق بش يكون في مهمة صعبة جدا وفي موقف لا يحصدوا عليه يعني لقد الله تكون هزيمة قاسية بش هو بش تحمس أولي بتاحها بش يكون هو في مهمة الانديقادات على اللعبين شعب المسؤولية مش المهم أنك تتأهل أو أنك تكون بينهم والتادر المهم أنك ما تحاول لش يعني ما قلت لك تعاود النسخة عن مقابلة اللعبين تعاودها هذا المهم بالنسبة للتعاج اللعبين اللذن هو مش عب المسؤولية يعني ويش عب بشمهر النادي اللي ذحات وعطت يعني ووقفت وهالنادي في شدائد مفهوم طبعا سؤال الأخير متعلق حقيقة بعيدا عن الأهل والترجي أنا هكلم يعني على واحد سفير للكرة التونسية في مصر الحقيقة ودخل مش بس دخل قلوب ده تربع على عرش قلوب الجماهير الأهلوية هو علي معلول اللي بقى ابن النادي الأهلي ومشوار علي الناجح إزاي بتشوفوا مسيرة علي معلول نجم الكرة التونسية ومن بعده طبعا محمد الضاوي كريستو في النادي الأهلي في تونس يعني نبدالك بعلي معلول ملك الحلول ايوا كما تقول جماهير المصرية أسرع ديليفري في مصر أسرع ديليفري في مصر لو بيقولك حاجات كثيرة أوية بس في حاجات ما ينفعش ستقال على الهواء ملك الحلول صحيح اكيد علي معلول مش أنا بجي نحك علي معلول سطح أدام الأهلي يعني معلول يعني جماهير الأهلوية وأصبح حتى شق بأنه تونس يعني وكأنه مولود وعايش في شبه وطفق معك جدا حقيقة حقيقة يعني وكانه مصري يعني وكأنه يعني لعب في الأهلي ومنظر سنوات يعني منذ بدايته هو أبن النادي صحيح ما شاء الله يعني مش ما نقولوش حاجة أخر يعني أفضل محترف تخلى الأهلي الأهلي كل عشر سنوات حقيقة يعني تتويجاته وعقامه ومثلات نموذج بصراحة نموذج جوه الملعب وخارج الملعب الحقيقي يشهد لي يشهد من أحسن الأهلي صحيح تأكل بصراحة ندي الأهلي يعني الشخصين لما وقع مع الأهلي في 2016 ونبش نتوقع أنه بشيوص البعض طبع سنوات يكون هكا بالنسخة هذه يعني صحيح وعشق ندي الأهلي أهلاوي يعني معلول أنه أصبح أهلاوي في ندي الأهلي وأصبح تاريخ الحقيقة واحد من أهم اللعبين اللجوم الحقيقة على مستوى المحترفين صحيح في تاريخ النادي الأهلي ضيفي النهاردة نجم من نجوم ندي الأهلي كابتن أشرف ممضوح معك يا أستاذ محمد كرحابب يتكلم معك ويسألك في أكتر من نقطة تفضل كابتن أشرف أستاذ محمد أهلا بيك أهلا بيك يا كابتن سؤالي بس عن ورؤيتك بالتأكيد هناك ومتابعتك لنادي التراجي التعيين كابتن أنيس أبو سعيدي وهو مدرب وعد الفترات اللي جاية إن شاء الله مع التراجي شايف أنه يعني نادي التراجي فقد المنافسة على البطولة أفريقيا والدوري والبطولات المحلية ولا شايف أنه لأنه أعتقد أنه بعد خسارة الخسارة أمام النادي الأهلي وفقدانت شوية الأمل بنسبة يعني كبيرة وابتعادوا شوية على المنافسة في الدوري التونسي أعتقد أنه كان من الأفضل أنه التراجي التونسي يكون عنده رؤية أخرى في التعاقد مع مدير فني يعني بسيفي أكبر شوية رغم أن كابتن أنيس من المدربين الوعدين جدا جدا في تونس شايف رؤيتك إزاي يعني هل فقد الأمل أسمح لي أشرف كمان أضيف على نفس السؤال فيما يتعلق بمدير فني جديد أنه سمعنا أنه باتريس كارتيرون واحد من الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية أيضا في التراجي التونسي وقعت عينه في التراجي كاسم مؤقت بعد حيث كاسم بالمعلوم أو شيكون بشيقود الفريق المغادرة يعني يوم الجمع في موجات الأهلي من نسبة سعادي ممكن من الموجودين على البنك في التراجي ممكن أحسن حلود لإدارات المقابلة خاصة أنه موجود في الفريق منذ الموسم اللي فات يعني 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 المجموعة مجموعة مدرعية شبارشة في التراجي يعني تجمي نفاتي من نسبة سعادي من المدربين من المدربين تونس القلق اللي عنده شرائة لكل تراجي في والأوروبية أو الفريقية بلما أنني قات مدرعية برشا مدربة يستنى في مستقبل وعد آم كما قلت لك يعني الحاجة تهينوا يعني في المجموعة رغم أنه بشيكون كما حكيت شوك سيبك بشيكون في موقف حريج جدا ولا يخصدوا عليه خاصة لقد هللاث هيك خصائب نتيجة كبيرة لأنه كل اللوم الكل سيقع على إيناس المسعاد بالنسبة للتراجي التراجي موش بشيكمل بينيس بردعي المؤكد من نسبة كبيرة لنشيكون في مدرب كالتيرون مرشحة أو السيد محمد كالتيرون واحد من الأسماء المرشحة أو في قناة صحيح مرشح فديس كالتيرون مدرب السرق للأهلي كان مهرشح لذلك التراجي حسب المصادر المصادر منطقة جدا موقفش يكون حل في التراجي كثير فمالكاد شمعين الشعباني من الأسماء ما ترحل للعودة للتراجي كابتا معين الشعباني كما طبعا لكن اسكال في التراجي في نقطة يعني يتجاوز يتجاوز المدربين كما قلت أعمل كبيرا بالمعلوم لكن اسكال في التراجي أعمل كبيرا من مسألة مدرب صحيح أستاذ محمد سعيد فهمي الصحفي طبعا براديو أم أفهم التونسي بشكرك شكرا جزيلا كل الشكر لك طبعا وكل التخذير لنادي التراجي تونسي يظل واحد دايما من كبار القارة ونتمنى أنه يستعيد يعني مستواف يعرف فرصة بعد مطش الأهلي والتراجي والجمعال الجاية بشكرك شكرا جزيلا خليني أرجع مرة تانية لقصة دولي الأبطال الأول عشان ما ننساش بس ولا لأنا كنت بشوف أكت بكلم أنا أشرف في مين أفضل بإذن الله لو تأهلنا للمباراة النهائية مين أفضل أو مين يفضل مواجهته الوداد البيضاوي ولا سانداونز فهنسمع رده على الهواء ونرجع بقى نفهم ليه قصة مهالها ومين هو أساسا المهالها طب ما تقول أنت كنت بتقول مهالها على مين الأول أنا كنت بقول مهالها على خط دفاع سانداونز كنت بقول أنه المواجهتين هيكونوا في منطقة صعوبة إياك أنت تخيل أنك هتوصل لمباراة نهائي دوري الأبطال حتى لو فريق طول مشوار وفي البطولة بيترنح وبيواجه مشكلات وصعوبات فريق بيلعب على لقب بيلعب في مباراة نهائية سيق تماما أنها مباراة تكون صعبة لكن أوجه الصعوبة مع الوداد تختلف من وجهة نظري عن أوجه الصعوبة مع سانداونز بشوف أنه نقطة ضعف سانداونز هي خط دفاعه إن لو الأهل يفايق أو كان فايق في دور المجموعات ما كانتش المواجهة انتهت بالشكل ده أبدا باتفق معاك في نقاط وبختلف معاك يلا نختلف الأول نختلف الأول لا نتفق الأول نحن دائما متفقين إن شاء الله ولكن يعني وجهة نظر تمام باتفق معاك سانداونز خطوط دفاعاته يعني شوية مش حول مهلهلة ولكن في مساحات تقدر تلعب على خط دفاع القاهرة هنا كان ممكن تحرز أكتر منك وإحنا في نص الحالة الفنية اللي احنا وصلنا لها ذاتي كان ممكن نكسف سانداونز صحية أنا كنت بقول لأحمد إنه إنه إحنا في فترة من الفترات في النادي الأهلي كان عندك استحواس كبير جدا جدا للكرة في وسط الملعب ما كنتش بتدي فرصة وفي النواحي الهجومية كنت بتضغط دايما على الفرق المنافسة وبالتالي بتديش فرص كبيرة ومساحات كبيرة الفريق المنافس إنه يهجمك أو إنه يزيد عليك بكرات في الناحة الهجومية فريق سانداونز دلوقتي في أفريقيا بهذا الشكل عنده خط وسط مميز جدا جدا عنده باكين طرف يمين وشمال رائعين في الناحة الهجومية وشوية في الناحة الدفاعية خط هجوم أكثر من رائع استحواز كبير جدا جدا في وسط الملعب وبالتالي ما بيديش الفرق المنافسة مساحة كبيرة إنك تهجمه بشكل كبير أو يبقى عندك فرص كتيرة أثناء المباراة صحيح لما بتروح بواحدة أو اثنين أو ثلاثة أثناء المباراة بتكون خطر ودي اللي بيكون عندهم أخطاء في الناحة الدفاعية بنتيجتها بيكون فيه أهدف مرماهم أو بيستقبلوا أهدف مرماهم ولكن مش بشكل كبير لو قدر إن شاء الله يعني لو إن شاء الله أنا أتخطى التراجي ويكون لو كان فيه سانداونز تخطى أفضل الوداد أنا أفضل أنا دائما بنقول اللي بيخاف لا دا إحنا يمشي أو يبعد في المواجهة دي تحديدا نص فيه فيه انقسام نص جماهين الأهلي عايزة الوداد عشان تخلص البطولة بتاعت سانداونز صحيح ونص جماهين دي أهلي عايزة سانداونز يشتوقيك لا مش سانداونز مش هو كبير أفريقيا أو مش هو أفضل في أفريقيا زي ما ناس في تحاول تروج وإنه الأهلي في مستوى وفي حالته الطبيعية لو يعملوا منتخب ويقولنا احنا ما عندناش بوش كيلة لكن مين فرصه أفضل يا أشرف هل يعني ناس كتير شايف أنه سانداونز حسم التأهل من كذا بلان فرصه أفضل طبعا طبعا فرصه أفضل بكتير خاصة على ملعب مختلفين عليها صحيح على ملعبه وسط جماهيره حافظ ملعبه بشكل كبير جدا بس أنا تفرقت على معظم مبارياته معظم مباريات سانداونز في ملعبه صعب 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 عنده كساحة بس عارف إلي يغير من ده أنه بيلعب الوداد فحكت إيه واحد الوداد فريق بطل فريق عنده الشخصية وفريق عنده الطموح لتحقيق لقصة ما فيش حد ينكر ده أبدا صحيح اتنين أنه ماتش كذابلانكا خلص صفر صفر عارف لو خلص واحد واحد أقولك أنه آه فرصه أكبر في سانداونز يخطف هدف في سانداونز لو قدر الوداد أنه يسجل الأول في سانداونز أنا بقولك هتشوف سيناريو كل إمكانيات سانداونز دي اللي أنت بتشوفها في ملعبهم تقريبا تقريبا هتختفي وهتشوف وداد تاني غير اللي أنت شفته في كل مشواره في الدول الأفراد أنا لا أختلف معاك تماما في أن الوداد فرقة من أفضل فرقة أفريقيا في الوقت الحالي ولكن أختلف معاك في أنه سانداونز على ملعبه حتى لو كان خسر في أمام الوداد في المباراة الأول يقدر يعود يقدر يعود بشكل كبير لأنه عندهم مميزات كبيرة جدا في خط الهجومي عندهم لعبين بيصنعوا الفرق بيقدروا يوصلوا بشكل كبير بيقدروا يصنعوا فرص بشكل كبير وعندهم كمان الفينيشنج بشكل رائع جدا جدا وبالتالي لا سانداونز يعني مع النادي الأهلي من أفضل فرق أفريقيا حاليا في النواحة الهجمية والنواحة الدفاعية على كل إحنا بنتكلم على أيام أقل من شاء الله أكيد إن شاء الله هنتقابل تاني ونشوف أنه يعني إن شاء الله ولكن فرص النادي الأهلي إن شاء الله أفضل تظل قائمة بشكل كبير واللي يطمني أكتر وخلينا يطمني برضو يعني أقول لجمهور نادي الأهلي أنه نعرف أن الجمهور الأهلي الفترة دي راضي جدا عن أداء الفرق وراضي عن ميسر كولار وراضي عن كل نجوم أو كل اللعب تحسس أنه الفريق جماعين وفردان وصل لحالة ومرحلة من الإجادة بشكل كبير لكن خلينا أقول لك كمان أنه الأهم من ده أنه الأهلي هو في حالته غير لشان فيه ناس بتئيس على ما مضى صح؟ طبعا فالأهلي المهاردة الحمد لله إحنا متطمنين بيعنيش من غيابات فرقتنا كلها طوب فورم اختيار التشكيل كل الناس بتبقى محترفة فيه مردود الأهلي دفعان وهجمان هو الأقوى على مستوى الخارج فبالتالي إن شاء الله تجاوزنا للترجي يأهلنا إن شاء الله بإذن الله لنهائي إن شاء الله نكون فيه الأعرب ومش هتفرق ساعتها مين يكون فيه المواجهة سانداونز أو الوداية سؤال الأخير أنت أكيد طبعا كنت في يوم الأيام بتابع كالتشو صح؟ طبعا الإنتر ولا الميلان النهاردة والله شايف الإنتر خلص آه خلص يعني خلص وقرب كتير وأفضل وبكرة سيتي والريال هتشجع مين شوف أنا برشلوناوي تمام ولكن متعاطف جدا مع ريال مدريد للفترة الأخيرة مش عارف يعني حاسس أن مجموعة اللاعبين الموجودين يعني تشعر أنهم فعلا بيبذلوا موجود كبير وعندهم إمكانيات كبيرة ولكن شايف أن السيتي الحية أفضل وفرصه أفضل ويعني الفترات الأخيرة مع جورديولا رائع يعني سيتي لن يرحب بكرة طبعا يعني لو بيبجورديولا ما حققش البطولة دي السنة دي أنا هزعل برح أنا مش عارف بقى يعني نعمل إيه طايل نورت الدنيا عشر ربنا خليك تظل فرص للهلي قائمة طالما ثقة جماهيره في لعبته موجودة بيقدوا بهذا الشكل هذه الروح القتالية الكبيرة جدا 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 وده واحدة من الأزباب وده أفعل تراني عليه في مطش الجمعة أنا هنا بكلم لعبت الأهلي أنت عايز تأكد على ثقة جمهورك فيك مش محتاج تتعدي بأي مطبق أو أي هزة من أي نوع وانت رايح للمباراة أو للمواجهة الأهم حتى لو كانوا على مباراتين مواجهة الأهم في الموسم ومهم جدا تبعت رسالة أنه الأهلي دايما كرفه طالع وأنه هيكون خص معانية جدا في المباراة النهائية كل ده تقدر تعمله في مباراة الجمعة مش بس هدفك التأهل اللي ناية لكن هدفك تبعت رسالة لجماهيرك وللمنافسيك أنه الأهلي قادم وبقوة إن شاء الله من أجل تحقيق اللقب والبطولة الحداشر في تاريخه أشرف ممضوع نوارت الدنيا وشرفتنا شكرا جدا جدا أحمد بكل توفير نادل أهلي فترة شكرا لك وشكرا لكم على المتابعة بكرة إن شاء الله حلقة قصة جدا في متابعة الدور قبل النهائي في بطولة شامبينز ديج أوروبا بعد ما نشوف النهاردة الإنتر وميلان هيعمل إيه هنتابع ونحل البكرة مواجهة الكبرى والنهائي المبكر بين الانتر بين السيتي وريال مدريد تحياتي لكم